وفي تعز أيضاً تجددت المواجهة العنيفة بين الجيش الوطني والميليشيا الحوثية في جبهة الأربعين شمال شرق المدينة مصادر عسكرية نفذت ليام الشباب اليوم الأربعاء أن المعارك في الجبهة تجددت بين الجانبين عقب توقف استمر ساعات بعد ثلاثة أيام من المواجهة العنيفة أحرز فيها الجيش الوطني تقدماً ميدانياً ملحوظاً قام العدو الحوثي المتمركز شمال وشمال شرق المدينة بقصف الأحياء السكنية بقذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة واستهدف تقمعات المواطنين المواطنين الذين عادوا من النزوح إلى هذه الأحياء وبدأت الحياة تتطبع لكن العدو الحوثي هو عدو للحياة وبالتالي استهدف الأحياء والمنازل وأماكن المواطنين تم استهداف المساجد والمدارس وطلاب أثناء خروجهم وترويع الآمنين وترويع الطلاب الجيش الوطني قام بواقبه الوطني في تأمين هذه الأحياء المحررة وفي أيضاً إسكات مصادر النيران المعادية وفي التقدم واقتحام الأماكن التي تطلق قذائف الموت والدمار على المدينة اشتركوا في القناة